السلام الخير عليكم حبايبي صف الأول الابتدائي درسنا لهذا اليوم وهو حرف الضع لحرف الضع ثلاثة أشكال أضع أولية أضع وسطية أضع آخرية بشكلها المنفصل مع المتصل ضع ضع هاي أضع أولية ألفظها ضع يعني شنو أضع أولية؟ يعني أول حرف تكتب به الكلمة مثل كلمة ضعبط ضعبط ضباب ضبع ضحك ضع أولية أول حرف تكتب به الكلمة الأضع الوساطية ضاد الوساطية مثل كلمة يفحك قبلها حرف وبعدها حرف آخر الضاد الآخرية بشكلها المنفصل والمتصل مثل كلمة حوض ضاد الآخرية المنفصلة مثل كلمة حوض شوفوها منفصلة مكتوبة واحدها أما الأض الآخرية المتصلة بحرف قبلها مثل كلمة ناهض شوفو تتصل بحرف قبلها إذن عندي حرف الضاد الأضع الأولية والأضع الوساطية هو حرف الضاد بشكله الآخرية المنفصل والمتصل نجعل حرف الضاد مع الحركات مع الفتحة الضى مع الضم الضو مع الكسرة ضي ضي مع الفتحة ضو مع الضم ضي مع الكسرة ناخد بعض الأمثلة مثل كلمة ضباب شوفو ضي مع الفتحة ضي ضباب ضا ب ضاب ضابط ضي مع الفتحة ضي ضب ضب ضو أنت هذا ضو هذا ضو ضي أتى حرف الضاد أول حرف تكتب به الكلمة الضاد الأولية ضو ضو مع الفتحة ضي مع الضم الضو مثل كلمة ضروس ضباب ضيوف ضحة ضو مع الكسرة ضي مثل عندي كلمة ضفدع ضي ضفدع ضفدع هذا ضفدع هذا ضفدع ضي ضي إذن مع الكسرة ضي ضفدع ضرس ضمادة نجي على حرف الضاد له ثلاثة أشكال أض أولية أض وسطية أض آخرية بشكلها المنفصل والمتصل وحرف الضاد مع الحركات مع الفتحة ضي مع الضم ضو مع الكسرة ضي هسا نقرأ موضوع حرف الضاد في الكتاب تجدون موضوع حرف الضاد صفحة 81 في الكتاب نجي على كلمة حوض لو تبعون على الضاد ضاد آخرية منفاصلة بمتصلة بحرف قبلها شوفوا مكتوبة واحدة مملزوقة بحرف القبلة مكتوبة واحدة ضاد آخرية منفاصلة حوض السباحة يواسع رياض عندي ولد اسمه رياض متصل هنا حرف الضاد حرف آخرية منفصل مكتوب واحدة يسبح في الحوض الآخرية حرف الضاد رياض يركض شوفوا هنا رياض حرف الضاد هنا الضاد آخرية منفصلة أما هاي متصلة بحرفا قبلها شوفوا هاي شون تعرفوا منفصلة ما متصلة ما مزوقة بحرف قبلها بينما هاي شوفوها متصلة إذن هاي الضاد الآخرية المنفصلة هاي الضاد الآخرية المتصلة ويسبح ويلعب مع صديقه ناهض أيضا هذه ضاد آخرية منتصلة بحرفا قبلها تجدون حرف الضاد في الكتاب صفحة واحد وثمانين وصفحة اثنين وثمانين في الكتب كلمة روضة شوفوا الضاد أولية روضة ذهب ضياء إلى الروضة شوفوا على كلمة ضياء عندي ولد اسم ضياء شون أخوكم الصغير يروح للروضة أيضا ضياء يروح للروضة ضاد ضا إذا هنا يأض أولية سمع حكاية لطيفة ضياء أولية أول حرف تكتب به الكلمة ضي 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 ضياء يفحكوا شوفوا هنا يروح ضاد وساطية شون عرفنا وساطية متصلة بحرف قبلها وحرفا بعدها ويلعبوا مع مضر ونوال أندي ولد اسمها مضر ونوال شوفوا هنا يروح تبعون على مضر هنا حرف ضاد وساطية اتصلت بحرف قبلها وحرف بعدها إذا ماما تجدون حرف الضاد صفحة 81 و82 في الكتاب قدنا صفحة 83 تدريب نجي نحل التدريب لو تبعون على هذه الصورة هاي صورة شنو ماما؟ صورة بيض إذا أكتب ب بيض بيض هاي صورة شنو مفتاح مف ت اح مفتاح هاي صورة شنو صورة كرة كرة هذه صورة شنو صورة قطة قطة هذه صورة شنو؟ شباك شباك هذه صورة شنو؟ قفص هنا هو صفحة 73 في الكتاب حبايبي المطلوب من عدكم تكتبوني في الدفتر المطلوب من عدكم حبايبي صف الأول تكتبون في الدفتر حرف الضاد الأولية أض أولية أض وسطية وأض آخرية بشكلها المنفصل والمتصل مثال على حرف الضاد الأولية ومثال على حرف الضاد الضاد الأولية مثال عليها كلمة ضياء الضاد الوسطية كلمة يضحك الضاد الآخرية بشكلها المنفصل والمتصل المنفصل مثل كلمة حوض أما المتصل مثال كلمة ناهض حرف الضاد الأولية والوسطية والآخرية بشكلها المنفصل والمتصل حرف الضاد الأولية ضياء الوسطية يضحك والآخرية المنفصل مثل كلمة حوض شوفوا منفصلة مكتوبة وحدها أما المتصلة متصلة بحرفا قبلها مثل كلمة ناهض مع تبنياتي بالموفقية والسلامة للجميع